هذا الشيء بيحتاج مساحة كتير كبيرة بتوصل لحد ألف متر مربع أو أكتر وبيستهلك طاقة كهربائية بتكفي لبلدة كاملة لأجل أنه يشتغل اللي بنحكي عنه هون هو الحاسوب الخارق أو السوبركمبيوتر ومثل ما بيقترح الاسم فهو ما بيختلف من حيث المبدأ مع الكمبيوتر لتستخدم بحياتك اليومية لكن هو خارق وأكبر كتير من قدرات الكمبيوتر الشخصي المعتاد اليوم في آلاف الكمبيوترات الخارقة حول العالم وبمختلف البلدان معظم هذه الحواسيب موجودة في الولايات المتحدة أو الصين بطبيعة الحال لكن كتير دولتان يتملك مئات الحواسيب الخارقة مثل ألمانيا واليابان وفرنسا مثلا وكذلك السعودية والإمارات لكن السؤال المهم هون ليه بنستخدم الكمبيوترات الخارقة أصلا وما هي الفائد اللي بتكون موجودة عند استخدام كمبيوتر وحيد بقوة عشر أو عشرين ألف كمبيوتر عادي إذا كان توقعك هو الذكاء الاصطناعي فالجواب هو نعم لأن الحواسيب الخارقة أساسي بتطوير مختلف أنواع الذكاء الاصطناعي بداية من النماذج اللغوية الكبيرة التي تستخدم لروبوتات المحادثة لمنعرفها حتى أنماط الذكاء الاصطناعي لما بتتعامل معها بشكل مباشر مثل أنواع المستخدمة بالمصارف والحكومات وخوارزميات منصات التواصل الاجتماعي اللي اقترحت لك هذا الفيديو لكن في حال استثنينا الذكاء الاصطناعي الحواسيب الخارقة لها استخدامات كتير ومتنوعة أهم هو تحليل البيانات الضخمة لغايات البحث العلمي وهذا الشيء بيخليها أساسية بمجالات مثل أبحاث المناخ والتنبؤ بالطقس ودراسات الطاقة وحتى التحكم بالطاقة والأسلحة النووية وهذا الشيء بيفسر سبب كون الحاسوب الخارق الأكبر في العالم غير مملوك لشركة تقنية عملاقة بل تابع لوزارة الطاقة الأمريكية بالواقع معظم الحواسيب الخارقة الموجود اليوم مملوكة لمؤسسة بحثية من نوع ما سواء كانت جهة حكومية أو معاهد أبحاث عامة أو جامعات أو مراكز بحثية مستقلة وهون بيجي السؤال الأهم ليه بتستخدم هاي المؤسسات حواسيب خارقة بتوصل أسعارها لمئات الملايين الدولارات بدل اعتماد على الخدمات السحابية ومراكز البيانات التابعة لشركات كبرى السبب ببساطة هو البنية لأن مراكز البيانات والخدمات السحابية مصممة لتتناسب مع مختلف أنواع الاستخدامات وبتهتم بالدرجة الأولى بإدارة عدد كبير من العمليات الصغيرة المتزامنة بينما المهام اللي بتحتاج حواسيب خارقة بتطلب عمل كبير وعالي الأداء على غاية واحدة محددة على سبيل المثال نأخذ نظرة سريعة على الكابيتان هو حسب خارق موجود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتم افتتاحه ببداية عام 2025 الجاري ليكون الأقوى اليوم بدون منازع بيعتمد الكابيتان بالشكل الأساسي على معالجات AMD Epic من الجيل الرابع ومسرعة AMD Investing للذكاء الاصطناعي بالمجمل بيتضمن هذا الحاسوب الخارق 11 مليون نواة معالجة تسمح له بتوليد قدرة معالجة بتوصل لحد 1700 تيراف لبس بالرغم أنه كلف 600 مليون دولار وحوالي 6 سنوات لبناؤه فالقيم اللي بقدمها أكبر بكتير من هاي التكلفة العالية على الرغم من سيادة حاسوب الكابيتان الحالية فممكن ما نحتاج أن ننتظر لوقت طويل لنشوف حواسيب خارقة أقوى حتى لأنه من 2021 حتى 2025 قدرت شركة AMD ضاعف كفاءة استهلاك الطاقة لمعالجاتها 38 مرة وحاليا عندها خطة طموحة لخفض استهلاك الطاقة 95% بحلول عام 2030 ختاما هل بتعتقد أن يوم من الأيام ممكن يكون فيه أن حواسيب مكتبية توازي قوة الحواسيب الخارقة الحالية؟ شاركنا رأيك بالطريقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر